اهلا ومرحبا بكم وعزائنا طالبة الصف السادس العلمي التطبيقي نلتقيكم هذا اليوم في درس جديد من دروس مادة الاقتصاد درسنا سيتمثل هذا اليوم في حل أسئلة الفص الثالث والفصل الثالث عزائنا الطالبة كما تعلمون يتضمن موضوع البطالة ويتضمن الدورات الاقتصادية فيه وموضوع التضخم وأنواع التضخم نبدأ بحل أسئلة الفصل والتي تتمثل بالسؤال الأول لأولا صحح العبارات الآتية نكتب ويانا عزائنا الطالبة السؤال الأول صحح العبارات آتية أولا لا تعد البطالة مشكلة بالنسبة للاقتصاديات للاقتصاديات المختلفة متخلفة المتقدمة النامية جواب على هذا عزائنا الطالبة نرجع جواب على هذا نحذف اللا وتعد للاقتصاديات البطالة مشكلة بالنسبة للاقتصاديات المختلفة أدى المتقدمة والنامية سؤال الثاني ثانيا عفوا ثانيا دورات الأعمال دورات الأعمال تعد دورات غير منتظمة وغير وغير متكررة العبارة خاطئة يعني هنا أيضا هنا من صح هنا والتصحيح يكون هو دورات الأعمال دورات منتظمة ومتكررة ثالثا النقود التضخم نقود قليلة تطارد سلعا كثيرة العبارة خاطئة والتصحيح أنه التضخم نقود كثيرة تطارد سلعا قليلة هذا في موضوع التضخم والتضخم أيضا هذا هو تعريفه ننتقل إلى النقطة الرابعة البطالة المقنعة هي التي تكون يكون فيها أدد العمال المشتغلين أقل من الحاجة الفعلية للعمل الجواب الجواب العبارة طبعا خاطئة هي البطالة المقنعة هي التي تكون فيها يكون فيها عدد العمال المشتغلين يفوق يفوق الحاجة الفعلية للعمل يفوق نجي على كذلك بالنسبة لأعزائنا الطلبة في موضوع تصحيح العبارات أول عبارة هي خاطئة والعبارة الثانية أيضا خاطئة وعندنا هنا أن أغلب العبارات كلها خاطئة والثالثة خاطئة وعندنا نقطة ربعة أيضا خاطئة والنقطة التي نجي على السؤال الثاني السؤال الثاني يقول وضح مراحل دورة الأعمال مع الرسم أعزاني الطالبة قبل ما أمسح بالنسبة لحل السؤال الأول نتحدث عن دورة الأعمال دورات الأعمال من الدورات الاقتصادية المهمة والتي تتركز عليها الوضع الاقتصادي للبلد هذه الدورات هي متمثلة بأربع مراحل وهذه الدورات متكررة قلنا ومنتظمة مرحلة الأولى مرحلة الركود والمرحلة الثانية اللي راح نبدأ نتحدث عنها مرحلة الكساء ومرحلة الانتعاش ومرحلة الرواج وهي كل مرحلة من هذه المراحل تبين أن الوضع الاقتصادي إذا كان في حالة ركود أو كساد أو انكماش إضافة لهذا راح نطين مميزات كل مرحلة من هذه المراحل إنه هي بيشتتميز عن المرحلة اللي سابقتها وما هي المرحلة الأصعط في حالة إذا كانت اللي مر بيها الوضع الاقتصادي وبماذا يتميز الوضع الاقتصادي إذا كان في البلد إذا كان في مرحلة من هذه المراحل راح ندي أمسح وارجع نكتب ونشوف مراحلنا المراحل الدورات الاقتصادية مع الرسم وبالنسبة إلى نجي أول مرحلة هنا سؤال يقول وضح مراحل دورة الأعمال مع الرسم احنا راح نبين كل مرحلة قسنا راح نكتب كل مرحلة من مراحل وانطيها بيها التمييز اللي بيها بعض الطالب بالامتحان راح يشوف شنو مميزاتها من خلال ما نكتبها وإحنا نسويها نحاول أنه نسويها كنقاط أو حل السؤال الثاني حل السؤال الثاني قدنا مرحلة الركود المراحل أولا مرحلة الركود مرحلة الركود بماذا تتميز أو ما هي هاي المرحلة هذه المرحلة اللي يتميز بيها أولا عندنا يكون العرض الكلي أكبر من الطلب الكلي ماذا نعني هذا هاي المرحلة إذا نسوي نقدر نسويها ألف ماذا نعني هذا يؤدي إلى تراكم تراكم عندي شنو السلع والخدمات السلع في الأسواق هذا أول جانب هاي مميزاته كل مرحلة راح أكتب لكم هيها وضحها بعد ديان اش عدي؟ تزعزو ثقة المستهلكين وأفحاب الأعمال أدنى الاقتصاد الوضع جيم أدنى انخفاض الأسعار دال تفاقم حالة البطالة وعندي انخفاض مستويات الدخول مما يؤثر على حالة الطلب على السلع والخدمات هاي حاولت أعزائنا الطلبة لخصلكم إياها مرحلة مرحلة عندما يكون العرض الكلي أكبر من المطلوب راح تتراكم السلع بلد في حالة ركود ماكو شغل بطالة انخفاض الأسعار المستهلك ما عنده ثقة كذلك بالوضع الاقتصادي وبالدولة كذلك انخفاض مستويات الدخول راح تأثر على الطلب بمعنى هذا المرحلة الأولى المرحلة الثانية مرحلة الكساد هذه المرحلة تتميز أيضا سويلكم وبعدين نبدي ناخد الرسم تعد هذه المرحلة أصعب مرحلة من مراحل مراحل الدورة الأقصادية ليش نقدر هناها نقدر نسويها تعليل الجواب على هذا لأنه نفس الاستهلاكي كذلك عندي انخفاض أو تراجع الأرباح المشروعات هذا الجانب إذن هذي المرحلة شنو السمل بيها أو الصفة الباردة لهذه المرحلة هي شنو عندي أقدر أقول هي شي زيادة المعروض السلعي زيادة المعروض السلعي عن الطلب الكلي إذن بهذه الحالة هاي المرحلة أعزائنا الطلبة رح أيضا المستهلك يفقد الثقة بالاقصاد يعني فترة الكسات الكسات تتمثل ب انخفاض البطالة زيادة البطالة وانخفاض طلب الاستلاكي وكذلك الأرباح تتراجع بنسبة المشاريع والاستثمارات وكذلك يزيد عندي المعروض عن الطلب الكلي إذن تبقى كل البضاعة والسلع مكدسة دون سحب ننتقل إلى المرحلة الثالثة مرحلة الثالثة أعزائنا الطلبة رح تكون المرحلة اللي هي الأهم والأفضل بالنسبة هي مرحلة مرحلة الانتعاش الانتعاش يعني خروج من الأزمة هذه المرحلة من اسم الانتعاش يبدأ يبدأ أنه الاقتصادي ببطء يبدأ ببطء وبعدين أنه من خلاله يتمثل بانخفاض سعر الفائدة وانتعاش المشروعات وكذلك عندنا المخزون السلعي وتظال المخزون السلعي وتتمثل أيضا نسوي لكم إياها كالنقاط الباب وهذا انخفاض سعر الفائدة كذلك عندي تضاول المخزون السلعي يعني حيث سحب أكثر وعندنا قلة البطالة أو انخفاضها وزيادة الطلب زيادة الطلب الكلي عندنا زيادة التشغيل التشغيل الكامل للموارد الإقصادية هذه مجموعة من عندها كذلك أيضا توسع في حركة التوسع في حركة في حركة الاقتراض يعني من نصر عندي حركة الاقتراض يعني أقدر بالنسبة لزيادة الاستثمارات وعمليات المشاريع وإلى آخرهم هذه المرحلة الثالثة اللي هي المرحلة الأفضل والمرحلة الرابعة اللي بالدورات هي مرحلة الانتعاش اللي مرحلة 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 الرواج هي أفضل مرحلة مرحلة الرابعة أفضل هي أفضل مرحلة في الوضع الاقتصادي للبلد أي الدورة الاقتصادية في القمة طيب إذن هنا بماذا تتميز هذه المرحلة مميزاتها نقول ألف تزايد المشاريع توسع المشروعات هنا كله وضع اقتصادي جيد عدنا وكذلك زيادة الطلب على المواد الأولية وتوسع حركة الإقرار وعندنا ارتفاع أسعار الفائدة بالحالة إذن يصل الاقتصاد إلى مرحلة التشغيل الكامل أعزان الطلب مرحلة الرواج هي أفضل مرحلة بالوضع الاقتصادي حيث أن الدورة الاقتصادية تكون في القمة من خلال الرسم ومميزاتها تتميز بتوسع المشروعات وزيادة على الموارد الاقتصادية والمواد الأولية وتوسع في حركة الإقرار وارتفاع سعر الفائدة إذن بهالحالة تصل الاقتصاد في البلد إلى أقصى حالات التشغيل الموجودة عنده نجي هسا نلسم هذه المراحل ونبين لكم من المرحلة تكون في القمة ومن اللي تكون في القعر من خلال هذا الرسم نبين إذن بهالحالة من خلال الرسم البياني يتمثل عندي أدنا هنا مثل ما تلاحظون عزانا الطلبة هنا هي القمة وهنا القعر هنا الناتج المحلي الإجمالي هنا هاي الفترة هذه تمثلي فترة الانكماش وهذه تمثلي فترة التوسع ورح نجي نشوف في حالة يكون عندي هنا من القمة مرحلة ركوت ينتقل إلى مرحلة الكساد ينتقل إلى مرحلة الانتعاش ثم ينتقل إلى مرحلة الرواج أعزانا الطلبة بالنسبة لهذا رسم الرسم اللي يوضح لي المراحل الاقتصادية اللي يوصل بها أعلى قمة اللي هو الرواج في يوصل إلى هذا القمة ويبدأ بعد هذه مثل ما قلنا حركة الدورات الاقتصادية تكون حركة منتظمة ومتكررة الركود ما يكون هناك ركود اقتصادي ركود في طلب الكل ركود في المشاريع ركود وكذلك زيادة البطالة وعدنا بالنسبة لمرحلة الكسات اللي تحدثنا عنها الكسات في السلع والبضاع وفي المخزون السلعي أما مرحلة الانتعاش فتتمثل في تضاول المخزون وفي كذلك زيادة الطلب الكلي هذه المرحلة وإضافة إلى هذا يتوسع في حركة الاقراط المرحلة الأوجه والأفضل هي الرواج اللي تصل إلى مرحلة القمة هذه بحيث أنه هذه المرحلة تتميز بتوسع المشروعات وزيادة بالمواد الأولية تزيد عندي حركة الاقراط بالنسبة وترتفع أيضا سعر الفائدة بهالحال يصير التشغيل الكامل لكافة المشاريع والمشروعات الموجودة بالبلد أقصى لأنها أفضل مرحلة وقالنا المرحلة الركود والأسوأ هي الكساد وبعدين يبدأ الاقتصاد في حالة ينزل للقعر ينتقل إلى مرحلة ينهض بها والنهوض إلى مرحلة أخرى ويصل إلى مرحلة القمة أعزائنا الطلبة مرحلة المراحل الأربعة مع مميزاتها حبيت أوضح لكم حتى تكون سهولة تحفظها وجزئناها وكذلك هذا الرسم اللي دائما نحن نأكد عليها ننتقل إلى سؤال الآخر سؤال الآخر اللي يقول بيني أنواع التضخم ونشرح واحدة منها التضخم عدد أنواع التضخم وشرح واحدة التضخم أعزائنا الطلبة أدت أنواع التضخم المفتوح التضخم المكبوط التضخم المستورد والتضخم الجامح وأيضا نقدر هنا من خلال نقدر نوضح لكم ببعض اللي بيتعاريف أو اللي بيتمثل ببعض بعض التعاليل أو التمييز اللي بيت أدت أنواع أولا التضخم المفتوح يتمثل هذا أعدده خلنك تباع الصبوطة ونعدد الأنواع أولاً أدنا أنواع أدد أنواع التضخم أدنا أولاً سؤال الثالث أدد أنواع التضخم واشرح واحدة منها الجواب على ذلك أدنا أولاً التضخم المفتوح التضخم المفتوح يتمثل يتمثل عندي بيش مثل في الارتفاع العام بمستوى الأسعار من تتفع عندي الأسعار هذا التضخم المفتوح أيضاً نقدر نقول عليه بدون قيد أو بدون قيد أو بدون قيود كل مفتوح إذن بحيث من يكون هذا التضخم يتمثل بأنه دولة إذن السلطات لا تتدخن في هذا التضخم إذن الأسعار بهالحالة عزانة طلبة راح ترتفع بصورة مستمرة ودون أن يعيق أي عاقد أن التضخم المفتوح ما يتأثر السلطات لا تتدخل وإنما يستمر بالارتفاع العام بمستوى الأسعار النوع الثاني التضخم المكبوط يتمثل هذا بسيطرة الدولة أو الحكومة على الأوضاع الاقتصادية بسبب وجود التسعير والبطاقة التموينية إذن هو عكس التضخم المفتوح ثالثا التضخم الجامح هو أخطر أنواع التضخم أنواع التضخم يتمثل يتمثل عندي بالارتفاع المستمر بالأسعار وصعوبة السيطرة عليه إذن بهالحالة من زادة الأسعار راح تزيد عندي زيادة التكاليف ماذا يتبعه ومن زيد التكاليف عندي بهالحالة راح تزيد الإجور ونسميه إلى تسمية أخرى هو الدورة الخبيثة دورة الخبيثة للتضخم وفي بعض الأسئلة الوزارية أنه تعريف الدورة الخبيثة هو تعريف التضخم الجامح يعد من أخطر أنواع التضخم ارتفاع بالمستوى العام للأسعار وكذلك في زيادة التكاليف وزيادة الأجور ويصعب زيادة التكاليف وزيادة الأجور ويصعب السيطرة عليه السيطرة عليه إذن هذا النوع الثالث ننتقل إلى النوع الرابع والتضخم الزاحف التضخم الزاحف وعندي التضخم الزاحف وعندي خامساً التضخم المستورد ضمن أنواع التضخم الذي يأتي معه في حالة استيراد السلع والخدمات من الخارج والتضخم الزاحف وأيضاً أعزائنا الطلب نحن ضمن هذا السؤال ثالثة من أسئلة الفصل الثالث اتحدثنا عن التضخم وأنواعه التضخم المفتوح والمكبوت والمستورد والجامح والتضخم الزاحف أعزائنا الطلبة نتمنى أن نستفدهم من هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة